اشتركوا في القناة اكتوبر ضمن منافسات الجونة الثالثة من مباريات الدورة المجمعة الثانية بدور السوبر ونتبع ردود الافعال عقب المباراة في سياق التقرير الثالي الحمد لله على الفوز الاول دي اهم حاجة بالنسبة لنا كان الماتش ده مهم بالنسبة لنا قبل التوقف فكرة راحة النهاردة جيم الحمد لله ابتدينا ستارت كويس ضغطنا عليهم وخلصنا في الافتايم نوعنا يعني من بين الفور كورت بريس وبعد كده رجعنا زون شوية بعد كده ردينها من تومان الافتايم خلص 11 بونت حصل يعني استرخاء شوية في الكورتر التالت فالشمس طلع علينا بونت طلبنا تم اوتو اتكلمت معاهم مكنش عايز ان البنات تلعب في بنات موانا مش عايز تلعب تايم كبير فالحمد لله عملوا القومباك تاني وفريعنا من كورتر التالت وريحت الناس في كورتر الرابع الحمد لله يعني نهارده اللي بسطني يعني النهارده الحمد لله ان ريم موسى الكادمة بتاعت مبارح انا بحييها عشان هي لعبت عليها وهي يعني مش مئة في المية بحييها هلا مصطفى وغضاء كوع تحت عينها كده برضو فيه ورم لعبت رنلعب للظاهر اول يوم تلعب عليها عشر تيام اول مرة النهارده الحمد لله كان عدل العضلة الضمة لعبت شوية وريحتها الحمد لله ده هو المكسب مع التالت نوء الحاجة التانية هو الاداء ان احنا رجعنا تاني ان احنا نوصل قريبين من معدلاتنا هجوميا والحمد لله دفاعيا الفرق ما بيجيبش فينا يعني اسكور كبير فالحمد لله هو ده اللي عمل الفرق ان احنا رجعنا تاني ندافع وتوفقنا جدا في الزون فجرينا منه فاص بريك جرينا نهارده كميرت فاص بريك كويسة الحمد لله فده اللي عمل لنا الفرق يعني الحمد لله هو اكيد كلنا بنحاول نعمل احسن حاجة عندنا اكيد مش هوصل في حتة اقول ان انا بقيت كويسة او حاجة احنا عايزين دايما نحسن من نفسنا وان شاء الله احنا جايين هنا عشان ناخد الدوري بإذن الله فان شاء الله ده خطوة للموتش الجاي واللموتش البعدي بإذن الله احنا على طول ايا كان احنا مش متوفقين في الأوفنس دايما كابتن يهاب يخلينا نعمل ديفنس اكتر ويشجعنا نحنا نعمل ديفنس لان الديفنس عندنا ده اهم حاجة وديلم مفاق يعني خلينا متوفقين على اي فريق تاني نحنا ديفنس طاعنا قوي قوي الحمد لله اكيد الدوري صعب وكل حاجة بس احنا كنا حاطين تورجت من اول ما جينا ان احنا الدوري ده ان شاء الله مش هنفرط فيه ابدا ودا بتاعنا ان شاء الله بس يعني احنا احسن ان شاء الله بإذن الله موسيقى 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 موسيقى